The following program is sponsored by friends and partners of Kingdom Connection. أريد أن أتحدث معكم اليوم لدقاء قليلة عن مذبح وبيئر واختبار. مذبح وبيئر واختبار. توجد ثلاثة أجيال تحدث عنهم الكتاب المقدس مرة ومرات إله إبراهيم وإله إصحاق وإله يعقوب. ثلاثة أجيال. أول جيل إبراهيم أخذ كل شيء من الله بدأ حياته بدون شيء حتى أصبح مباركة جدا بصورة عجيبة. ولكنه أخذ كل شيء من الله بالصلوات على المذبح. أما إصحاق الجيل التالي فأخذ كل شيء قبله من الله بالورث الذي أعطي له من أبيه. ولكن كان عليه أن يتعلم كيف يعيد حفر البئر الذي حفره أبوه. وأخيراً الجيل الثالث يعقوب استلم كل شيء حصل عليه بطريقة مختلفة. كان يحاول أن يختار الطرق القصيرة ومعنى اسمه المتعقب. كان يستخدم ذكاؤه الشخصي. وكان يعتقد أنه من خلال الذكاء الشخصي يستطيع أن يصل إلى ما يريده وليس عن طريق بناء مذبح أو حفر بئر. وأول جيل يمثله إبراهيم هو جيل الصلوات. والإنسكاب العظيم للروح القدس الموجود في سفر الأعمال لم يحدث عن طريق لجنة التخطيط. لكن الإنسكاب العظيم حدث من خلال اجتماع للصلاة. إذ اجتمع رجال ونساء في العلية لمدة خمسين يوم دون أن يخططوا أو يرتبوا. أو تكون لهم رؤية معينة للتسويق. دخلوا إلى العلية وصلوا وطلبوا الله في اجتماع للصلاة لمدة خمسين يوم وكانوا ينتظرون الرب. صلوا حتى تحركت السماء. صلوا حتى انسكبت الأمطار في هذه العلية. وبدأت تنتشر في كل أنحاء الأرض. بنى إبراهيم سبع مذابح في حياته. ولم يكن من الصعب أن تتعقب خطى إبراهيم لأنه في أي مكان نزل فيه ومكث. ولو وقت قليل كان يبني مذبحا في ذلك المكان ثم كان يرتحل وينزل في مكان آخر ويبني مذبحا آخر في حياته بنى سبعة مذابح. وبالنسبة لهذه المذابح تتكلم عن أربعة أشياء. أولاً المذبح يتكلم عن الزبيحة. لقد وضع إبراهيم ابنه إسحاق على واحد من هذه المذابح ورفع السكين وكان على استعداد أن يضحي بابنه في طاعة لأمر الرب له. وإن كان الرب قد أوقفه عن فعل هذا لكن كان عليه أن يصل إلى نقطة التضحية الكاملة. كانت تضحيات مثل هذه حقيقة في حياة الكنيسة الأولى. وأريد أن أقول لك أن علاقتك بالله يجب أن تتخطى حدود ما يمكن أن يعمله الله لك. ويكون في حياتك مذبح والمذبح يتكلم عن الزبيحة. عندها تكون المسيحية أكثر من كونها يوم من سبعة أيام. وتعني لك أكثر من كونها تقدمة العشور. تكون لك أكثر من تقدمة زبيحة بين الحين والآخر. وتغير طريقة حياتك. لأن المذبح يتطلب زبيحة. يجب أن يصل هذا الجيل إلى نقطة فيها يتوقف عن تقديم زبائح خارج المسيحية. والتوقف عن الافتراض أن ما أريد أنا أن أفعله في الوقت الذي أريده هو فقط الذي أقدمه لله. لأنها طبيعة الزبيحة تقول أنني لا أفعل ما أريد أن أفعله. بل أفعل هذا كتقدمة للرب من وقتي ومن حياتي كإكرام للرب. هذا ما نتعلمه من المذبح. ثانياً المذبح يتكلم عن التطير. لقد جاء إبراهيم إلى المذبح ليتأكد أن كل شيء بينه وبين الرب طاهراً. أدرك أنه تحت العهد القديم يمكن أن يتطهر من خطياء عن طريق دم الزبيحة. وأن حمل خطياء يمكن أن يذاح عنه. سمعت قصة عن إنسان كان يشعر بعدم الأمان في وظيفته. فأراد أن يتأكد من وضعه الوظيفي لألا يطرد من عمله. كان يشعر بعدم الأمان واعتقد أن مديره يريد أن ينحيه لسبب ما. وفي يوم الأيام اتصل هاتفياً وهو يغير صوته وطلب أن يتحدث مع المدير. فقال له وهو يغير صوته إنني أبحث عن عمل. فقال المدير أي نوع من العمل. فابتدأ يصف كل المهارات التي عنده والتي تناسب تماماً الوظيفة التي يشغلها الآن والتي يعملها لنفس هذا المدير. ثم أنا حديثه بالقول لقد سمعت أنك لست سعيداً بالموظفة التي عندك والذي يشغل نفس الوظيفة التي أتحدث عنها. فقال مديره هذا ليس صحيحاً فأنا عندي موظف ممتاز هنا وأنا أريد أن أحتفظ به. ففرح جداً حتى أنه فقد التركيز وقال إنه أنا يا سيدي وكنت فقط أريد أن أتأكد من إعجابك به في الوظيفة التي أعملها. وهذه هي الصلاة. الصلاة هي أن تتصل بالسماء تقول يا رب أنا لا أريد أي شيء يعطل علاقتي بك أريدك أن تطهرني. فالصلاة هي تطهير. الصلاة تتكلم عن أن أتطهر وأن نزيح أي شيء وكل شيء بعيداً عن قوة الله التي تعمل في حياتك. المزبح يتكلم عن الوحدة. وكلكم تعلمون أنه في وقت ما كان لا يوجد هناك طوائف أو شيء مثل هذا. ولم يكن هناك تمييز بين كنيسة وأخرى أو طائفة وأخرى. بل كنا جميعاً كما يقول الكتاب لأننا جميعنا بروح واحد أيضاً اعتمدنا إلى جسد واحد. في أمريكا في بداية القرن الثامن عشر اتحد رجال من خلفيات مختلفة وفي بداية ذلك القرن اتحدوا معاً في نهضة حول المزبح الواحد وصلوا وهم من خلفيات مختلفة حتى يرسل الله نهضة. ثم أخيراً يتحدث المزبح عن مكان الصلاة. عندما يخصص الناس وقت للصلاة لطلب وجه الرب. يقضوا وقت متتلمذين حتى يأخذوا مشورة من الرب ويعرفوا طريق الرب. وإرادة الرب وهذا الشيء مهم. وكثيرون منكم مثلي يعلمون أن من جاءوا قبلنا بنوا مزبحاً للرب وأدركوا قوة الصلاة. إبراهيم بنى مزبحاً. ثم جاء إسحاق. وكل شيء استلمه إسحاق. يقول الكتاب في سفر التكوين أصحاق 25 أن إبراهيم أعطى كل ما كان له لإسحاق. لاحظوا هذا. إنه كان بالميراث. والمشكلة في الميراث في بعض الأوقات هي أن الشخص الذي يستلم الميراث قد لا يدرك تماماً التضحية التي قدمت والأيدي التي تعبت والثمن الغالي الذي دفع. والتضحيات التي قدمت من الجيل السابق حتى تصل أنت إلى هذه المكانة التي أنت فيها. وأسحاق كان عليه أن يقبل فقط كل ما أعطاه إياه إبراهيم. ويقول الكتاب أن إبراهيم أبوه أعطى كل ما كان له لإبنه إسحاق. ولم يدرك تماماً كيف تحول الحلم إلى حقيقة وقعة يعيشها الآن. لم يفكر في هذا. كان له أب عظيم. وتربى على الدين الصحيح. وبالرغم من كل هذا. بالرغم من كل ما ورثه. ولاحظوا هنا أنه كان عليه أن يتقابل مع الله بنفسه. وجاء الوقت الذي لم يكن يكفي فيه أن يسمع عن خبرة أبيه وخبرة أمه حتى حقيقة أنك تربيت في بيت مسيحي. كل هذا جميل. رائع كل هذا. ولكن استمع إليه فإن سفر حياة الخروف يحتوي على أسماء أشخاص وليس أسماء عائلات. فإنه لا توجد أسماء عائلات في سفر حياة الخروف. لا تجد فيه فرانكلين بل جينسون فرانكلين وتشريس فرانكلين زوجتي. وإن لم يختبر أبناء ذات الإله الذي اختبرناه فإن أسماءهم لن تكتف في ذلك الكتاب لأنه شيء شخصي. وليس لأنك تربيت في أسرة مسيحية. وليس لأنك عشت حول مسيحيين. أو لأن لك جدة طقية. كل هذا لا يعني أنك اختبرت الرب بصورة شخصية لنفسك. تعلم إسحاق أنه عليها أن يعيد حفر أبار النهضة لأن أباه ترك له أبار ولكن الفلسطينيين قد طموها. وتعجبني الحقيقة التي كنت أقرأها وأنا مسافر هذا الإسبوع أن الكتاب يقول أن إسحاق حفر إثنين من الأبار الجديدة قبل أن يعيد حفر أبار أبيه. بكلمات أخرى كأنه قال هذه الأمور القديمة أنا لا أحتاجها إنها مملة أنا لا أحتاج إلى الكنيسة يمكنني أن أتعبت في البيت أنا لا أحتاج إلى كل هذه ولا إلى تلك. أنا لا أؤمن بالعشور ولعجبني هذا وتلك وأبي وأمي هذه الأمور كانت لكم ولكنني سأحفر أبار جديدة لكن يقول الكتاب أن هذه الأبار الجديدة جفت. وأنا أريد أن أعز قليلا للشباب الصغير هنا أنتم تذهبون إلى الجامعة وتسمح لهم أن يقولوا لك أن هذا الكتاب نكتة وتسمح لهم أن يضحكون على كتابك المقدس وعلى الصلاة بإسم يسوع. ولكن أي بئر جديدة تحفرها سوف يجف بعد قليل لكن نحن قد تركنا لك بئر إذا أعدت حفره سوف تجد ماء حي لقد تركنا لك واحد ولا يهمني إن كان الناس يضحكون عليه. فعندما تدخل في أزمة حين يكون طفلك هو الذي يحتاج إلى معجزة أو أسرتك هي التي في كارثة فإن الشيء الوحيد الذي يظل وقفا هو كلمة الله. أنا أعرف ما يقول أستاذ الجامعة ولكنه التعيس وأعلم ما يقوله الأذكياء هناك ولكنهم لا يستطيعون أن يحتفظوا بذواجهم وحياتهم في ضمار يعيشون على المخدرات الكحليات طوال الوقت. يوجد بئر قديم فيه ماء حي يعطيك حياة مرة أخرى هاللويا لنقدم للرب التسبيح إن كنتم تؤمنون بهذا هاللويا نحن نحتاج إلى جيل مثل إسحاق لنا ميراث روحي ثمين رجاء ونساء هذه الأيام حفروا أبار أبار روحية بتكلفة عالية جدا وأخيرا بنى إبراهيم مذابح ثم جاء إسحاق واختبر الله وأعاد حفر الأبار ولكن يعقوب الذي هو الجيل الثالث معنى اسمه مخادع اعتاد أن يأخذ الطرق القصيرة حتى يصل إلى البركة هل تتذكرون ما فعله مع أخي؟ كان يصطاد وكان هو البك ولذلك كان له الحق أن يأخذ بركة إبراهيم وإسحاق والآن كانت ستأتي على عيسو ولكنه رجع من رحلة الصيد متعبا وجائعا ثم اشتم رائحة وجبة شهية كان أخيه يعقوب قد طبخها ثم إذا تلك الرائحة الشهية للعتس كان جائعا جدا عيسو فقال أعطني لأكل وهذا أخي فلماذا لا أعطيه؟ بعد الطعام فهذه طبيعتي ولكن استمعوا لما فعلوا يعقوب قال يعقوب أنا أريد البركة ولكنني لا أريدها بالطريقة التي أخذها الباقين بها أنا أريد أن أخذها بالطرق القصيرة فأنا ذكي وأستطيع أن أقوم بهذا بنفسي فقال أعطني البكورية وأنا أعطيك هذا العدس وفي لحظة ضعف أعطى عيسو البكورية لأخيه ولم يأخذ البكورية فقط ولم يعامل أخيه بصورة مخدعة فقط ولكن أيضا أبيه إسحاق الذي كان على فرش الموت وقد فقد بصره ويقول الكتاب أنه وهو يأكل الطعام دخل يعقوب وأخذ جلد ماعز ووضعه على ذراعيه لأن أخيه كان مشعرا فدخل وغير صوته وقال يا أبي يا أبي باركني يا أبي أنا في يدي حق البكورية باركني أنا ابنك عيسو ثم قال له أبيه شيء غريب الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدى عيسو وهنا لنا درس عظيم يقول الكتاب أنه تبع ما لمسه وليس ما سمعه في أي مرة تسمح فيها أن تجعل ما تشعر به يكون فوق كلمة الرب فإن مشاعرك سوف تخدعك وتأخذك في الاتجاه الخاطئ متجاهلا ما يقوله لك الرب نحن لا نسلك حسب مشاعرنا فإن كان الشيء يبدو صحيحا والكتاب يقول أنه خطأ فإن مشاعرك خطأ والكلمة هي الصحيحة ما تسمعه هو الصحيح ليس بالخبز وحده يحيي الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الرب لا تستطيع أن تثق في مشاعرك لكنك يمكنك أن تثق في الصوت ثم ذهب يعقوب إلى حماه وحماه أذله لمدة 14 سنة لأنه حصد ما زرعهم ثم عاد فسرق حماه وأخذ الأفضل من الغنم سرقهم وهرب سرق أولا أخيه وكسر العلاقة بينه ثم خدع أبيه وكسر العلاقة ألا تعلمون أن قلب أبيه انكسر عندما علم بالحقيقة وكسر العلاقة مع حماه وغضبت زوجته منه بسبب كل هذا وكسر العلاقة ولأن وجد نفسه في مكان يقال له مخضة يابوق وكلمة يابوق تعني مكان الانكسار كان هناك وحده معه ثروة وعائلة كبيرة ثم فجأته أفكاره فكر قائلا إنني لم أختبر وليس عندي ما كان عند جدي إبراهيم وليس عندي ما كان عند أبي إسحاق فليس عندي مذبحا وليس عندي بئرا ليس عندي شيء وفجأة صرخ إلى الرب وطلب منه بلا جاجة يا رب إنني أريد أن يكون لي خبرة شخصية معك أنا شاكر لك لما فعلت في الأجيال السابقة ولكني أريدك أن تلمسني أنا وجيلي أريد أن أعرفك ليس بالعخل ولكن بالقلب ويقول الكتاب أن الرب أطلق ملاكا وجاء الملك وأمسك يعقوب وتمسك به يعقوب وصارع معه ومس الملك حق فخذه حتى انخل حق فخذ يعقوب في مسارعته معه واختبر الله بصورة شخصية في مكان الانكسار بعدما انكسرت في حياته كل العلاقات وتكسرت أحلامه كل شيء في مخاضة يبوك كان قد تحطم ولكن هناك ذات مكان الكسرة تحول إلى مكان البركة حتى أنه في أي وقت يجعلك الرب أن تنتهي في مخاضة يبوك كثيرا وحيدا منعزلا وتقول كيف حدث هذا في حياتي ماذا يحدث أقول لك ما الذي يحدث إنه نموذك كتابي ذهب موسى إلى البرية لمدة 40 سنة وفقد كل شيء هناك أيوب أيضا مرة بتجربة حياته فقد كل شيء وانكسر وأنت أيضا يا يوسف سوف تلقى في السجن مدة 14 سنة بسبب جريمة لم ترتكبها وتنكسر بوليس سوف ألقيك من فوق الخيل على الأرض تكون أعمى لتبصر لمدة ثلاثة أيام وسوف تفقد هويتك وتنكسر ولكن إذا قرأت آخر أصحاح لكل واحد من هذه الأربعة أمثلة التي أعطيتك إياها سوف تكتشف أن مكان الكسرة أصبح هو نفسه مصدر النصرة دائما دائما أريد أن أختم ويوجد ثلاثة دروس أريد أن أعطيكم إياها في ثلاثة جمل قصيرة في بعض الأحيان يكون من الواجب عليك أن تتمسك بالله وهذا ما يعلمنا إياه يعقوب في صراعه مع الملاك حتى يختبر الرب بصورة شخصية في بعض الأحيان يجب أن تتمسك بالرب فترة أطول مما يريدها الجسد إذا أردت أن تأخذ إجابة من عرش الله لاحظوا أنه غير قادر على المش لكن الشيء المميز للغير قادر على السير هو أنه دائما يستند وإن كان الله جعلك غير قادر على السير في منطقة من حياتك فليس هذا لأزيتك ولكن ليجعلك تستند عليه وأن لا أستطيع أن أصل إلى هناك بإمكانياتي ولكنني ستأمسك بك الآن لقد تعلمت في مكان الانكسار أنني غير قادر على السير في هذه المنطقة الآن ولكنها ستجعلني أمسك بك يا يسوع ثانيا النصرة في حياتي عقوب أتت من خلال لمسة كلكم تعرفونني إني أشعر وكأني محاط بالملائكة الآن فأنا بكل تأكيد أدرك حضور الله في هذه القاعة استمعوا إلي استمعوا إلي النصرة جاءت من خلال لمسة أي لمسة هل هي لمسة دافعة أو هل هي لمسة حماسة أو لمسة فرح وسعادة وهللوية لا لمسة انكسار لمسة تعجيز أخيرا هذه القصة تعلمنا أنه بعد أن تكتاز في هذه الخبرة مع يسوع لم يسير يعقوب بنفس الطريقة مرة أخرى بعد هذا وكل أصدقاء الذين كانوا يعرفونه من قبل عندما رأوه بعد هذه المقابلة كلهم أدركوا شيئا واحدا أنه الآن يعيش حياة مختلفة لقد تغيرت حياته في القديم كانوا إذا رأوا شخص آتيا يعرفون إذا كان كبير أو متكبر أو عاصي أو مخادع أو أناني لكن يعقوب كان يدخل مكان وتراه قادما الآن مسيرته اختلفت فإنه يخمع لأنه إن اختبرت يسوع بالحق فإنه يغير حياتك وأنا أصلي اليوم حتى يختبر الكثير منكم يسوع المسيح حتى تخرج من هنا بثقل روحي هذا هو الثقل الروحي أنا مستند على يسوع ولا أستطيع أن أكمل السير بنفسي ولا أريد أن أذهب إلى أي مكان لا يريدني هو أن أذهب إليه أريد فقط أن أذهب إلى حيث يقودني فإن كان هو لا يستطيع أن يذهب فليست لي أنا أفضل الاستناد عليه وأنا أعلم تماما متى حدث هذا معي أعلم أن لي اختبار مثل اختبار يعقوب حينما كنت في سن 16 سنة حضرت الكنيسة وخرجت من الكنيسة بعد الخدمة وحياتي قد تغيرت لم أكن أعلم عندها ماذا يخبئ لي المستقبل ولكنني علمت أني كنت متمسك به وليس شيء يفصني عنه هذه الحقيقة ليس شيء يفصني عن محبة المسيح ولا شيء لقد أغفقت في علاقتي به مرات كثيرة لكن ضعفي عدم قدرتي على السير تجعلني أستند عليه ولا أهرب ويوجد جيل كامل جديد مثل يعقوب لهم معرفة عقلية فقط بالرب وهم لا يتغيرون لسنين طويلة كل هؤلاء الشباب الصغار ولكنك تحتاج إلى بئر تحتاج إلى مزبح وتحتاج إلى اختبار وأختم بهذا في بعض الأحيان النصرة عن الهديمة بعض الأحيان عليك أن تخسر جسديا حتى تربح روحيا تبدو خسرا في العالم الطبيعي ولكن في الحياة الروحية تكون قد أخذت قفزة إلى داخل الأضواء الإلهية المقدسة وهذا لا يحدث في مكان سعيد بل في يبوق مكان الانكسار البكاء الوحدة الانعزال متسائلا هل سأرى النور مرة أخرى أنا أعلم أنك لا يمكنك أن تتجنب مذبح إبراهيم لا يمكنك تجنب بئر إسحاق ولا يمكنك أن تتجنب اختبار تشعر أنك بعيد عنه وتشعر أن أحلامك قد تمزقت إلى أشلاء في أي مكان أنت فيه صلي معي الآن قل يا رب يسوع فقط قل هذه الكلمات يا رب يسوع إني أدعوك أنا أحتاجك ها هي حياتي المكسورة ها أشلاء أحلامي التي تبعثرت وأنا أشكرك لأنك أنت الذي ترد النفس أنت الذي تستطيع أن تأخذ الأشياء المنكسرة وتصنع من حياتي شيئا جميلا أسلم لك حياتي يا رب في اسم يسوع أصلي آمين آمين أحب أن أسمع منك وإذا صليت هذه الصلاة ارفع سماعة التلفون واتصل بالأرقام الموجودة على الشاشة وأخبرنا ما يعمله الله في حياتك أؤمن اليوم أن كلمة الله ستغير كل شيء في حياتك هذا program has been sponsored by friends and partners of Kingdom Connection we hope you've enjoyed this teaching by Jensen Franklin and thank you for your continued support of this ministry your prayers and financial support make these programs possible for more information about this message and other ministry resources visit us online at Jensen Franklin TV